المنازل الدكورات الجميل الداخلي بيعكس شخصيتنا بيعكس وجودنا بيعكس حياتنا وبيعكس أفكارنا اليوم رح نحكي عن ديكور هيدا البيت كيف منقدر نعمله بطريقة متناغمة ومتناسئة بتشبه هيدا الزوء بتشبه هيدا الشخص وبتشبه الناس يلي ساكنين بهيدا المكان رح نحكي أكتر عنها الموضوع مع زاهر عبدالله المهندس الداخلي والأستاذ الجامعي سباح الخير سهلا وسهلا فيك كيفك كيفك عباليش نهار زورك تشوف بيتك يعني زور البيت عندكن لشوف كيف هيك كل هالأفكار اللي دعوة مفتوحة موجودة بالبيت يعني اليوم كتير بساعة هيدا الجملة كتير عطوة يعني اليوم خاصة لأنه عم نحكي عن التناسق عن التناغم عن هيك البيت اللي بيشبه الأصحاب اللي بيشبه الناس يلي ساكنة بهيدا البيت هون هون كيف بتبلش القصة يعني بيجي الكلاينت بيقول نحنا هالقد أشخاص بس نحنا عنا أربع أزواء مثلا إذا نحنا أربع عنا أربع أزواء للتناسق والتناغم والتشكيل والتشغيل بالهندسة الداخلية هو مسائب أنه الهندسة الداخلية هيدا الماجور أنه كل الاختصاصات تبسط إلا الهندسة الداخلية وفلسف كتير مفلسف هذا الاختصاص ونحنا جمعا كتير مفلسفين يعني لازم هتقدم بسط للمشاهدين وللكلاينت عطول الأفكار اللي مراد إنشاءة بالسبيس لأنه بتكون كتير جدلية وبتكون كتير شوي معقدة انطلاقا من هيدا الشي لازم بيوتنا تشبهنا لازم السبيس اللي عم ننشأها هيك بكل بساطة نكون عم نتحرك فيها برياحة والنصيحة هي إنه دائما نعمل يعني make a home not a house خلينا نعمل بيوت ومنازل نسكن فيها ونستعملها ننبسط فيها وننبسط فيها ننبسط بكل أنحاء لأنه عقاريا العقار صار كتير غالي ولازم نستفيد من جميع المسيحات الانطلاقة بتكون أكيد بالأفان بروجي أكيد بالخرايط بالقاعدة مع الكلاينت بطريقة تعيشه بالناس اللي موجودة بهيدا السبيس بهيدا المنزل اللي يمكن يكون عندنا مسن لازم نعمله باساجات خاصة لازم يكون عندنا ذوي احتياجات خاصة يمكن يكون عندنا بيبيز موجودين مع نيو كابلز لازم نكون عم نعمل شي سيفتي يكون يكون فرندلي هوم ما يكون هالأد فرندلي كون في هوم ما يكون هالأد هيك حلو ومودرن ومريحة إذا الكلاينت بحب الأوبن سبيس ما فينا نروح نجبره على الترادشنال بارتيشنيني نقصم له نحضل له هيدا الشيء الألوان تلعب دوري كتير مهمة والمساحات أنا هتطللي ألوان هادي شخصية هادي شخصية منشئ هادي شخصية منشئ الكلاينت هو منشئ مع المهندس لحتى يكون فيه توقم بهذا الشيء لأنه ما بنقدر نعمل تناقض بالإنشاءات الداخلية هون السؤال ظاهر أوقات المهندس لأنه بعرف بده يعطي أجمل صورة لأن بالآخر بصنته عم يمضي هيدا سيجنتشر طبعه وبزيت الوقت الكلاينت بيكون عنده أفكار ما بتشبه المهندس يعني بيكونوا يمكن عندك فكرتين كتير مختلفين يعني هون شو بيزبط بيزبط الكونسبت مع المساحة منحط كونسبت معين بيكون الكلاينت بيحب المودرن أو بيحب الكلاسيك ومنشتغل ضمن هيدا الإطار يعني البارتنر تالت اللي بيكون قاعد معنا هي الفكرة العامة والستايل للمشروع منتفق نحنا والكلاينت منقوله أنه نحنا اليوم بدنا نشتغل كلاسيك الكلاسيك معروفين أدوات الكلاسيك هو الأسقفة العالية البلاط المزخرف الخشب المن وفاتح خشب البنة الفابريك الكتير حلو لما نحط هيدا الإطار نحكي عليه منتفق تنيناتنا مع الكونسبت أنه بيصير الكونسبت يعطينا سنعمل رشاشة على أساس الكونسبت هيدا الإطار اللي عم بيكون في حدية بالأفكار ولكن هيك تدور بسقافة الاختصاص وبالسبيس برجع بإليك حتى نبسط للكلاينت أكتر الفكرة ما تكون بس كتير ولا تكون حلوة ومبسطة حتى نقدر نستعملها عم نشوف هيك بلشنا زاهر نشوف شوية صور عن الموضوع يعني هون عم بتطلع عملاقي المطرح كتير حلو واسع وشرح يعني ليك الإنسان عينه بتفرجي يعني الأوبن سبيس هون الكلاينت كان عابلوا يعمل ماستر بيدروم طبعه هي أوبن سبيس يقدر يستعملها كستوديو بنفس الوقت كسبيس كتير كبيرة الألوان خفت الماتيريالز خفت ما بقف عندنا هلقت تعجيق ألوان هيدا ستيل النيو كلاسيك اللي أخذنا على محل كتير حلو هون عم ننتقل عن نوردك ستايل اللي فيه ماتيريالز كتير أقل فيه ألوان قريبة على السيرينيتي قريبة على الأبيض قريبة على اللايت جري ستعمل بس بالفاير بلايس تيرالزو اللي هي مادة قديمة عبر العصور وهلأ عم نرجع نستمالها بشكل قوي كيف قدرنا نطاعم الشميني مع اللي عملناها أنكاستريبا على الحات هالكي هالدولة بعالم الهندس كتير مهم كتير مهم العناصر اللي منشوفها بالسوق نقدر هيك نعملها نعملها تبسيط بالمساحة لهيوج آيتمز لحتى نقدر نستعملها وتقدر تكون هيك عملية بس عم شوف كمان ظاهر أنه ما بقنا يعني ما بقى يعني مثل ما أنت عم بتقول الشمينية خليني قول ما بقى هي الشمينية التقليدية اللي معودين عليها القديمة يعني كله عم بيتماشى بشكل أنه نحن منقدر نزبطه ونلبقه لو شو ما كان البيت طبعنا إذا بتكفي جملتك للآخر بتقولي مع السبيس عرفتك لأنه سبيس والهايت والحيطان والأسقف المرتفعة وحكينا قبل بالماتيريز ويتطور المواد قديت طورت ولكن طورت مع السبيس طورت لحتى تكون صديقة للسبيس صديقة للجدران لأنه في كتير اليوم مواد بنشوفها بالأسواق من برادة من فرنتشر من صوفيات من حتى شمينية بس ما بتصبط عنها بالمساحة ما بنقدر نستعملها بالمساحة لازم يكون فيها الميكسا دمعتش ما بين المساحة نقدر نخدها لحتى نمشي على الخريطة نمشي بطريقة مبسطة على الخريطة اليوم الكلاينت بنص الميتينج بيقولك أنه قدي فيه من دهر الفطري للشمينية هون يعني الكلاينت بهموا كتير السيكليشن بهموا كتير أنه يكون فيه متر متر وعشرة بساش شرعي مريح قادر أنا أمره من خلاله في عندي كتير كلاينت بيقولك ساحة البيت من النص بالسالون بهمنا تكون واسعة مثل هذه الصورة زاهرة مثل هذه الصورة هذه اللوبي كبير قللنا مواد رحنا اكتشفنا أنه في حدا من أفراد العائلة بيلعب بيانو وشغفوا البيانو هذا اللوبي هو بفيلا بالفرست فلور بالطابق الأول ما بالك أنه اليوم هذه الصبية كل يوم بتوعي أهلة على البيانو بهذه المساحة الكتير كبيرة ما بقى ظهرت عملت البيانو برا يعني من فترة حكيتني قلت لي أنا ما بقى ظهرت عملت البيانو برا ست عمكون بهذه السبيس صارت شايفته كونسيرفاتوار صارت بتشبهها صارت بتشبهها شو حلو هذا الشيء وحد هيدا البيانو في هيك كاوتش مع كيتشين أوبن سبيس صارت متل كأنه تياتر متل كأنه هيدا العالم اللي قدرنا أنشأني فينا فينا بقطر مبسطة وفينا بأيتم بسيطة نقدر نخلق هيدا شيء ما ضروري بيانو ما ضروري شجرة بونزاي حقه لا طبعا هو أنت بالآخر ظاهر عم يعني نحن عم نفرج هذه الصور الجميلة ولكن كل بيت وكل شخص وكل زوء هو عنده المطرح يلي بيلبق له وعنده المكان يلي بيشبهه سيقبت هون لقيت حالة بهيدا المطرح بالبيانو بهيدا المية بالمية ولكن شخص تاني ممكن يلاقي حاله بمطرح تاني طبعا في الريدينج أريا صغيرة مترين بمترين وعملناها قبل يعني أيام عاملين بونكات حد البالكون مع شوات الجرينيري كتير بسيطة كتير فينتج بلايتين كتير دم مهضوم الأفكار ما كتير خاصة بالبادجت الأفكار فور فري يعني الأفكار أنت بتعطي أفكار وبيشتغليها عبر السنين فيك تعملي بيتك بسنة سنة ونص لازم يشبهك بالآخر ولازم الناس اللي عام يشتغلو لك بيتك بالقماش بالبرادة بالسيركوليشن بكل شيء بمطبخنا بحماماتنا نحضر فريلات مطابخ وحمامات راح نحكي عليها بطلعات لاحقة لحتى نفرج أنه البيت كل اياته لازم يشبهنا لازم نستعمله ولازم هيك يكون مريحة بتعرف زاهر كمان أنا بديقول شغلي يمكن الكابل اللي مجوز جديد تعرف يمكن بيبلشوا ببيت صغير يمكن بعدين بيرجعوا بيهلو هيدا كتير مهمة لأنه بهيد الخبرة يلي عيشوا بهيدا البيت الصغير لما ياخدوا بيت تاني راح يقدروا صح راح يقدروا يبعدوا عن كتير أخطاء وبعرف من خبرة يعني عم بقول قديمهم وبتصير أصلا أصلا تحب مثل ما عم شوف بالصورة المساحات الواسعة بتعلم المساحة الصغيرة بتنفزع المساحة الكبيرة دايما الكابلز بيجوا لعنا على المكتب بيقولنا أنه أنا ما بدي مثل البيت القديم أعمل أين دوتروة بدي لأ طور المساحة بدي كبر المساحة بدي أشتغل عليها الصور اللي عم نتشاركها مع المشاهدين بتفرجينا أكتر أدي الأسقف المرتفعة هي بتعطينا أريحية بالشغل أدي الماربل مع الخشب يعطينا هالأريحية بالشغل هدي قادرين أنه نعمل هالجاينت سكرين تيفي الكبير نعمل وأنكاستري بقل برخام ما بقى نشوف الإطار طبعه ما بقى نشوف الوايرز طبعه هيدا القطر العملية للأبلاينسز هيدا القطر العملية للفرنتشر اللي قادرين نجيبها نفصل نعمل طبعات مع النجارين مع النجدين لحتى يفرجونا لإياسات طبع الفرش قبل ما نشتغلون معظم الناس سوري أبتاشتك معظم الناس فيها فيجين مهندس شو يعني يعني بيحكم على النجار كمهندس وبيحكم على العالم كمهندس كحدة منه اختصاصي ولكن بيفهم وبيعرف وحضرتك منه لا أنا كنت بدي أقولك زاهر أنه لما عم تحكي عن الفرش لما بتروح على الجالوري بتشوفها غير القصص اللي عم بتفصلها خاصة للبيت ولكن لما بتشوفها بالجالوري أوقات تقولوا واو بس أنت كمهندس بتشوف أنه هي ما بتزبط عندكم لأنه هي ما بتناسب المساحة بس أنا كاكلاين بقول بس هي هيدا كتير حلوة أنا بتعرضها لما توصل على البيت هون أنه هون الصدمة لأنه ما بتشبه أبداً اللي أنت شفته بالجالوري بالجالوري كمان بيشتغلوا بطوابق الجالوري بيقول أنه بهاي الكورنر بلا نحط L بهاي الكورنر بلا نحط صفر كمان بيشتغلوا سبيس سو أنا لازم فتش على القطر على الجدران بعدين فتش على الأيتم وأكيد لازم نكون دايماً الخريطة اللي آوت فرنش بلان مرافقني وين ما بروح على تليفوني على الآيباد مطبوع لحتى نقدر نشتغل على المساحات هيك من نقل إغراض من نقل إغراضنا ومن نقل القطر والمساحات على أساس خرايط على أساس ممنهجة على أساس يقدر الكلاينت يستعمل هذه المساحة بالأول وبالآخر زاهر عم نكفي نحنا نشوف صور أنا دايماً بتاخد بالحديث معك حاسيك بتشردي أكتر على الصور لا لأنه عم بقولولي أنه ما تنسوا لأنه صور كتير حلوين أنه نحن هون عم نحكي على المساحة عمشوف عن تنوع الفابرك عن تنوع الأشكال الصوفة إذ رحنا على البي ام بي بالصوفة رحنا على الستيل الهيكي الهاف مون الكتير حلو الريترو بوف الموجودة الكتير مريحة بالسبيس قدرين نستعملها بسهراتنا تلبيس الجدران ما بين السيمن تاكسشر ما بين الخشب المجغولة عليه جونس هون كمان بدي يكون في حنكة بتلبيس الجدران ما نروح على تقص قص خشب لا نشتغل ديزاين بالجدران الأسكف ما تكون كتير معجقة اللي حتيضل فيها الرواء اللي حتيضل فيها الأسكف الحلوة مع الانداركت لايت نسأل الكلاينت هون بما أنه عم نحكي عن أزوئ الكلاينت شو بتحب لون الإنارة بتحب السانلايت بتحب الورم بتحب الإنارة البيضة فيه الناس بتحب الإنارة البيضة وكأنه شيء ارتفشل منه صديق للسبيس برجع بقلك صديق السبيس لازم يكون عطول 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 كمان صديق لكلاينت يحب يشوف هذه المساحة فيه كتير كلاينت بيقولولك حلوي السوفة بس لونه مش حلو ما فينا نتخطى هذا الكومنت لازم نوقف عنده نفرجيه كذا نوع من البلاط من الإيسات لحتى نقدر نشتغل 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 دائما عم تقول عن الإنارة خلينيقول الان دايركت الغير زاهرة هل نحن رحنا سوب هيدا التوجه دائما يعني بطلنا عم نشوف الاسبوتات اللي نازلة من السقف أكيد ما بقنا تريات لأن تريات كتير كلاسيكية خلينيقول لها بيوت معينة كمان تتبع المساحة لأنه في كونسيبت ما بيزبط عليه إلا تريات فيه الكلاسيك وهذا قصدي إنه معروف والطريات موضوعية ما بيزبط عليه إلا تريات صح بتوجه الإنارة أين رحنا على الأكثر اليوم على مانتك ال-E-D لهو البروفايل السكك الموجودة بقلب الأسقف اللي بينزرع فيها إنارة جديد بالذكر هون أنه ال-E-D البروفايل ما قدر نزيد عليه عبر أيامنا إنارة دايركتلايط موجود وبقي موجود لأنه هو على على الأسكف المرتفعة اللي حتى نقدر نعطي هالكلاود اللايتينج اللي موجودة لأنه بيعطي سباس بالسقف بيعطي هايت يعني لما يكون عنا سقف واطئ ونشتغل انضارك تلايت عليه بتحس كأنه سقف طاير ومجغول أبيض بتحس إنه أعطاكي شوية وعطى هالديزاين بالجيبسون بود اللي كتير حلو اللي هو هالمادة اللي تشكلت ونشغل عليها بأطر كتير كتير حلو بس خف التعجيق وصير رايح أكتر بروائل الأسكف يعني هو الرواء حلو وينما كان بالمساحة على الأرض وبالأسكف كمان خاصة هلأ جاي الويهند شكرا كتير لألك زاهر شكرا على الموضوع الحلو يلي تناولنا اليوم